تعزيزات للإجراءات الأمنية في الهند، إجراءات اتخذتها السلطات لإبقاء احتجاجات المتظاهرين على قانون الجنسية الجديد تحت السيطرة. وتعددت مظاهر الإجراءات الأمنية في كبرى المدن الهندية لمنع المحتجين من التصعيد، إذ قامت الشرطة في نيودالي بضرب المتظاهرين وتجميعهم داخل حافلات، كما حجب الانترنت في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في ولاية أوتار برانديش، وتم نشر ما يقارب من ثلاثة ألاف شرطي في الولاية ذاتها الواقع شمالي الملاد تحسباً لخروج تظاهرات جديدة. ويتظاهر المواطنون مع اختلاف انتماءاتهم على القانون الذي أقره البرلمان في الثاني عشر من الشهر الجاري، والذي يقضي بمنح الأقليات غير المسلمة القادمة من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش منذ عام 2015 حق المواطنة، فيما يستثني القانون المسلمين القادمين إلى الهند. القانون يراه كثر بأنه انتهاك للدستور العلماني في الهند، وعليه تقدم مواطننا بطعون أمام المحكمة فيما خرج عشرات الألاف إلى الشوارع للمطالبة بإلغاءه، وقتل ما لا يقل عن خمسة وعشرين شخصاً في مختلف المناطق الهندية منذ بدء الاحتجاجات، فيما تم اعتقال أكثر من ألف شخص آخرين في هذه الاحتجاجات. قانون مثير للجدل بحسب مراقبين. جدل يكمن باستثناء المسلمين ممن قدموا إلى الهند من دول أخرى في الحصول على حق المواطنة. وهو ما قرأه البعض بأنه محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي في البلاد.